بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهون تحفر ميليشيا الحوثي قبور اليمنيين وتكتبهم أرقاما على قائمة الضحايا في آخر ليلة من نوفمبر عمدت الميليشيا على إطلاق مجموعة من الصواريخ على عدد من المحافظات كان آخرها صاروخ أطلقته من مرتفعات جبل هيلان على حي الشركة السكني غرب محافظة مأرب مخلفة عددا من الضحايا المدنيين ليست هذه المرة الأولى ويبدو أنها ليست الأخيرة التي تستهدف فيها ميليشيا الحوثي أحياء سكنية في محافظة مأرب حيث تواصل استهدافها بين حين وآخر موقعة في أكثر من مرة المزيد من الضحايا في الليلة ذاتها شنت الميليشيا هجوما صاروخيا مماثلا في مدينة الحديدة حيث أطلقت صاروخ كاتيوشا آخر على حي غليل السكني ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا ما بين شهيد وجريح بينهم نساء وعطفال وكانت قبل ذلك بساعات قد شنت قصفا مدفعيا بقذائف هون على حي زايد السكني في المدينة ذاتها ما أدى إلى استشهاد امرأة مسنة وشاب وإصابة فتاة بجراح بالغة هذا القصف الصاروخي والمدفعي جاء بعد ساعات من قيام مجموعة من عناصر الميليشيا باقتحام مستشفى دار السلام بالمدينة وتحويله إلى ثكنة عسكرية وتخزين ذخائر ونصب أسلحة ثقيلة على أسطح واتخذت العاملين فيه دروعا بشرية يوما بعد آخر تثبت ميليشيا الحوثي أن أي نقطة على الخريطة اليمنية تعد هدفا لها وأن أي مواطنا فيها يحتمل أن يكون رقما على قائمة ضحاياها